كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض النقابة عن هويتها الجديدة بلدنا بلدكم وذلك في معرض سوق السفر العالمي الذي تجري فعلياته في العاصمة البريطانية لندن وذلك في سياق سعيها لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية ويقام معرض سوق السفر العالمي في الفترة ما بين السابع وحتى التاسع من نوفمبر الجاري في لندن وهو الحدث العالمي الأبرز في قطاع السفر ويستقبل المعرض كل عام أكثر من خمسة آلاف عارض من مائة واثنتين وثمانين دولة ومنطقة ويضم المعرض أكثر من خمسين ألفا من كبار الموظفين والمحترفين في القطاع إلى جنب وزراء الحكومات ومؤثري الإعلام والصحافة العالمية الذين يزورون المعرض للالتقاء وعقد الصفقات واكتشاف آخر الآراء والتوجهات في سوق السفر الدولي وتنتج عن المعرض الذي يعود هذا العام في دورته السابع والثلاثين عقود قطاع السفر التي تفوق قيمتها مليارين ونصف المليار جنيه استرلين سنويا الأشياء اللي راح نقوم فيها في المعرض هو الاتصال بالوكلات السفريات العالمية لجعل البحرين وجهة لسياحة الأفواج السياحية من هذه المراكز وقمنا مؤخرا في هيئة السياحة والمعارض لتعيين مكاتب تمثيلية في سبع دول في العالم والآن بدت هذه المكاتب تزاول أعمالها وإن شاء الله نتأمل أن نحصل منهم على أفواج سياحيين لمملكة البحر طبعاً نحن هنا في المقام الأول للتركيز ليس فقط على السوق البريطاني ولكن هذا معرض عالمي وفي تواجد جميع المختصين في مجال السفر والسياحة سواء من شركات طيران أو من اللي يعدون رحلات السياحة ومكاتب السفريات الحمد لله اليوم جناح مملكة البحرين في حركة كثيرة كثير من الصفقات التجارية ما بين وكالات السفر الموجودة والفنادغ الموجودة أيضاً اطلقنا مسابقة من خلال اللعبة الافتراضية في حلبة البحرين الدولية فمجموعة من رجال الأعمال يتسابقون في اللعبة الافتراضية وكل يوم يكون هناك تذاكر سفر وتذاكر إلى السباق الفورمولا 1 إن شاء الله في شهر أبريل مثل ما تشوفون الكيو طويل على اللعبة الافتراضية وهذه طبعاً مثل هذه الجوائز تخلي رجال الأعمال يتوافدون إلى الجناح اشتركوا في القناة